أهلا بحراركم مرة تانية قبل ما كمل ترند الأهلي وفي إطار تركيز البعض من الإعلاميين على إيجاد أي سلبية داخل النادي الأهلي وبالتحديد فيما يتعلق باللعبين وأكثر تحديدا فيما يخص الصفقات الجديدة فيمكن خلال الساعة اللي فاتت أحد الإعلاميين اللي هم أصلا مش ملمين بأي حاجة بتحصل جوالنادي الأهلي ومعندهمش أي فكرة عن تدريبات الفريق أو عن حتى لعب النادي الأهلي وأشك إن هم يكون عندهم فكرة أصلا عن ما يحدث داخل ناديهم لكن في كل الأحوال كل واحد يقول اللي هو عايزه وإحنا كمان حقينا إن إحنا نرد ونوضح ففيه ناس بيبقى عندها توجه وحراركم أكيد عارفين حاجة زي كده ومتابعينها خلال الفترات الكتيرة أو اللي فاتت دايما اللي حاول نخلق أزمة جوالنادي الأهلي في صفقة جديدة جات اللي هي بتاعت البرازيلي برونو سافيو فنتكلم مع برونو سافيو ده كولر مش مقتلع بيه ده الراجل ما عندهش فكرة ده اللعيبة بتقول عليه ده لعيب عادي قوي ده في التدريبات اللعيب سيء جدا مش عارف يتناغم مش عارف ينساجم ويقعد يطلع بقى إيه كل حاجة سيئة في برونو سافيو ده ليه؟ عشان يحاول يخلق حالة من حالات الشك ما بين الأهلي واللعب الجديد أو جمهور الأهلي بالتحديد واللعب الجديد لكن يا جبعة بمنتهى الأمانة ومنتهى الوضوح بمنتهى الأمانة والوضوح الانطبعات إيجابية للغاية عن برونو سافيو خلي بالك أنا بقولك في انطبعات إيجابية مش معنى كده بقولك أن برونو سافيو ده حيكسر الدين في موسم الجديد ده حاجة ده عامل توفيق ده التعرب بنا تمام؟ لكن في كل الأحوال المؤشرات ايه؟ من خلال مشاركة اللعب في تدريبات المؤشرات إيجابية للغاية موقف كولر من اللعب إيه؟ الراجل مركز معه في مركزين دون التطرق ليهم دون التطرق وأن احنا نحاول نقول حاجة ممكن المنافس يعرفها قبل مطش مهمة جدا في تونس لكن كولر مقتنع جدا برونو سافيو جدا وشاف أنه لعيب مميز قوي كمان انطبعات اللعبين في التدريبات جيدة للغاية عن اللعب وقدراته ومهاراته لكن يبقى الأهم أداء اللعب في المواريات الرسمية داخل الملعب ده اللي بقى اللي احنا عايزين نتابعه ونشوفه لكن ما تدوش فرصة ما تدوش لفرصة لمثل هؤلاء مع كامل احترامي وتقديري لشخصهم أنه هم يحاولوا يهزوا ثقتك في لعيب جديد لأن أخباره غير صدقة بالمرة ومعلوماته أصلا أصلا غير صحيحة على الإطلاق فبرونو صفي الأمور بالنسبة له جيدة سواء هو أو شادي حسين أو مصطفى سعد أو حتى لعيب النادي الأهلي العائدين من الراحة المجموعة كلها الناس هتبتدي موسم بشكل مختلف تماما بإذن الله تعالى بعد تهيئة كل الظروف قبل انطلاق هذا الموسم بالنسبة لفرية الأول والأهلي ما عندوش التلات صفقات دول بس بل بالعكس في صفقة مهمة قوي وأهم صفقة هي صفقة كولر لأن الراجل عنده مقاومات كويسة عنده خبرات مميزة جدا عنده تجارب أقصى من رائعة فبالتالي بإذن الله واحد أحل حيفيد النادي وجاي في توقيت كويس واستعد من خلال فترة إعداد جيدة ومعسكر مغلق وتلات مبارات ودية الأمور ماشية بشكل طيب للغاية داخل النادي الأهلي فاللي حيحاول أنه هو يتكلم في الاتجاهات المعاكسة للي احنا بنقوله لمجرد أنه هو واحد بينتمي النادي تاني عشان يأثر على المنافس قبل بداية الموسم اتدور هنا على الجمهور الآن ما تدوش فرصة لحد يعمل كده تدوش فرصة لحد أنه هو يهز سقطك في أي لعيب وبالمناسبة مش شرط يسافيه لما يبتدي في أول مطش يكسر الدنيا مش شرط يكون يجيب أهداف ويصنع أهداف وكل من ده لا اللعيبة الجديدة بتاخد وقت أو بالما تنسجم وتتناغم مع زميله ده طبيعي جدا في كل الدنيا حالات نادرة اللي ممكن من أول مطش ينفجر ويعمله مطشات كويسة أوي نتمنى أن يكون سافيه من الحالات دي لكن في كل الأحوال كل ما يقال ويصار عن سافيه غير حقيقي بالمرة وإحنا دورنا أننا نطمنكم بشكل مؤكد دورنا أننا نطمنكم بشكل مؤكد مش مجرد أننا أطمنكم وخلاص والله أبكلمكم بناء على معلومات مؤكدة فده بخصوص برونو سافي سيبكم من الناس دي والله